اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من عين على الامارات انا مؤمنة فاعوسة اقدمها لكم وسنبتدئ بابرز العنوين 75% من مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاماراتي لعام 2015 2 تريليون وخمسمائة مليار درهم حجم اصول المصارف الاماراتية لعام 2015 الاسواق الاماراتية تحقق ارتفاعات جدية خلال الربع الاول من هذا العام ولكن في البداية مشاهدين دعونا نبتدأ وإياكم بجولة سريعة حول الاخبار الاقتصادية الاماراتية اظهرت بيانة حديثة ان حجم السوق المدرجة في نازدك دبي بلغ 8 مليارات وخمسمائة مليون دولار منذ بداية العام الجاري من خلال 11 اصدارا واتصل القيمة الاسمية الاجمالية للادراجات في دبي حاليا الى 44.56 مليار دولار الامر الذي يبرهن على النمو القوي الذي حققته دبي بصفتها مركزا عالميا رائدا لإدراج السقوك وقال كبير مسؤولي الاتمان في وكالة موديز للتصنيف الاتماني خالد حولدار ان الشركات في دبي تقود الابتكار في هيكلة اصدار السقوك في المنطقة لافتا الى نشاط القطاع المصرفي في دبي بصورة خاصة في اصدار السقوك خلال النصف الاول من العام والذي بلغ حجم اصداراته ما يقارب مليار دولار ارتفع عدل الاسهم التي جرت تمويلها بموجب التسهيلات المالية في سوق دبي المال الى 31 مليار سهم بقيمة 33 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الجاري وذلك وفقا لاحدث الاحصائية الصادرة عن السوق وبحسب تحليلات فان قيمة التسهيلات المقدمة لتدولات الهامش تساوي 23.73% من اجمال قيمة الصفاقات المبرامة في سوق دبي المالي منذ بداية العام حتى نهاية شهر يونيو فيما تساوي 56.8% من اجمال ما تم تقديمه من تسهيلات طيلة العام 2015 انطلقت عملية مسح وتجهيز التربة في مشروع مدينة دبي لتجارة الجملة تمهيدا للبدء في طرح مناقصات البنية التحتية خلال الربع الاول من العام 2017 حيث يتراوح اجمالي الاستثمارات لازمة لتطوير البنية التحتية بالمرحلة الاولى ما بين 3 الى 4 مليارات درهم وتشمل تطوير الطرق الداخلية ومحطات توليد الكهرباء والمياه ومساحات التخزين والمستودعات والمرافق المختلفة حيث ستقوم مجموعة دبي القابدة من جهتها بالانفاق الرأسمالي لتطوير البنية التحتية في مدينة دبي للانترنت حيث ستقوم المدينة بتوفير التمويلات عبر مزيج التسهيلات الاتمانية والموارد المالية الذاتية يعد الاقتصاد الاماراتي الاكثر تنوعا خليجيا والاكثر جذبا للاستثمارات الدولية وذلك نتيجة لتعزيز جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل من الايرادات غير النفطية وذلك للصمود امام التقلبات الاقتصادية محليا وعالميا فلنتابع وإياكم مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير على الرغم من ان الامارات تعتمد على النفط بشكل كبير في ناتجها المحلي الإجمالي الا انها استطاعت الصمود امام تقلبات اسعاره التي بدأت منذ نحو عامين نتيجة الجهود التي بدلتها الحكومة لتنويع مصادر الدخل لتتميز عن غيرها من دول الخليج وتكون صاحبة الاقتصاد الاكثر تنوعا خليجيا جهود الحكومة الاماراتية بالاستثمار في البناء الاساسية كالنقل والمواصلات والخدمات المالية والتجارة بالاضافة الى التشييد والبناء من اجل الحفاظ على اقتصادها وميزانيتها العامة برزت من خلال ارتفاع مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الى 75% خلال العام الماضي وهو ما مكن الامارات من الاحتفاظ باحتياطيات مالية طائلة ساعدتها على الصمود امام تقلبات اسعار الذهب الاسود التي باتت تؤرق موازنات الدول المنتجة للنفط وبحسب التقرير الصادر عن كوفاس فان الجهود المبذولة من قبل حكومة الامارات قد جعلتها مراذا امنا وجاذبا للمستثمرين الدوليين وذلك في ظل الاستقرار السياسي والنظام المالي القوي الذي تشتهر به الدولة فعلى الرغم من تأثير انخفاض اسعار النفط على معنويات المستثمرين خلال الفترة الماضية الا ان استهلاك الاسر قد بقي متماسكا حيث حافظ اقتصاد الامارات على وفرة من السيولة مع انخفاض معدلات الفائدة واستمرار تدفقات السياحة كما ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الدولة بنسبة بلغت 8.5% خلال فبراير الماضي وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه مؤشرات ودلائل قدمها الاقتصاد الاماراتي تظهر بصمة الحكومة في دعم الاقتصاد وحمايته امام المخاطر التي فشلت العديد من الدول في مواجهاتها استحوذ الاماراتيون على الحصة الاكبر من عدد وقيم الصفقات في السوق العقاري خلال الخمسة الاشهر الاولى من هذا العام اذ بلغت قيمة هذه الصفقات 48 مليار درهم من خلال 22 الف صفقة تنافس عليها مستثمرون من 16 بلدا لنتابع التفاصيل في هذا التقرير واعد وقوي وقادر على تجاوز التحديات ابرز الصفات التي تطلق على قطاع العقارات في دبي مستفيدا من قوة البنية التحتية التي تتميز بها الامارة والتي جعلتها قبلة للمستثمرين الاجانب الطامعين في ضخ استثماراتهم في واحدة من اكبر الاسواق نموا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري برهنت على قوة القطاع العقاري في دبي والذي يشهد نموا متواترا متجاهلا كل تحديات اسعار النفط ومخاوف ارتفاع الدولار لتسجل قيمة الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع ما يقارب 48 مليار درهم من خلال 22 ألف صفقة نفذت بحسب تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي الصفقات تركزت بشكل رئيسيا على 16 جنسية تصدرتها الجنسية الاماراتية بعدد صفقات اقترب من 4000 صفقة وبقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم جاء في المرتبة الثانية المستثمرون الهنود بنحو 3000 صفقة وبقيمة بلغت 6 مليارات درهم أما المستثمر السعودي فحل في المرتبة الثالثة بنحو 1700 صفقة وباستثمارات تجاوزت عتبة الثلاثة مليارات ونصف المليار درهم يليهم المستثمرون البريطانيون فالباكستانيون أرقام وصفقات برهنت على صحة التقارير التي حملت في طياتها إشارات على ارتفاع الطلب على العقار في دبي مما دفع شركات التطوير العقاري لضخ المزيد من المشاريع مشروعات قالت الشركات أن عددها بلغ في النصف الأول من العام الجاري 39 مشروعا باستثمارات تجاوزت عتبة 57 مليار درهم إماراتي في مؤشر إيجابي على قدرة السوق على طرح المشروعات واستيعابها العقار باب هام من أبواب التنوع الاقتصادي الطامحة له دول الخليج بشكل عام والإمارات بشكل خاص إلا أن عمل دبي الحثيث على زيادة مصادر الدخل يعتبر نموذجا تعمل الدول على الاستفادة منه حيث استطاعت الإمارة في السنوات الماضية أن تحد من الاعتماد على الإرادات البترولية وأن تقلص مساهمتها في النتج المحلي إلى ما بين 2 و4% فقط حقق الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي نموا قويا خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك استمرارا لمعدلات النمو الجيدة التي حققها حتى نهاية العام الماضي المزيد في هذا التقرير على الرغم من تقلبات أسعار الذهب الأسود التي أثرت سلبا على اقتصاديات وميزانيات دول الخليج والتي تعتمد عليه بنسبة جيدة في ناتجها المحلي الإجمالي إلا أن معظم هذه الدول قد استطاعت النجاة من هذه التداعيات بشكل جيد وذلك من خلال قيامها بإصلاحات هيكلية سريعة ومن ضمن هذه الدول دولة الإمارات والتي عملت حكومتها بجهدا كبير خلال السنوات الماضية على تنويع اقتصاد الدولة بعيدا عن النقط حيث نجحت بالفعل بالعبور بمركب اقتصادها إلى بر الأمان على غرار باقي دول الخليج نجاح الإمارات تكلل بالبيانات الاقتصادية الجيدة التي حققتها عاصمتها أبوظبي خلال العام الماضي حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة نحو 196 مليار درهم في الربع الأخير مسجلا معدل نمو قدره 7.7% بالمقارنة مع فترة نفسها من عام 2014 النمو الجيد الذي حققته أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الماضي جاء مدعوما بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية والتي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2% وبحسب مركز الإحصاء في أبوظبي فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 50.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنحو 50.2% في العام 2014 أداء القطاعات غير النفطية الجيد في إمارة أبوظبي امتد للربع الأول من هذا العام مدفوعا بالنمو المضطرد في قطاع السياحة الذي شهد زخما كبيرا بعد ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 11% ليصل إلى ما يزيد عن مليون نزيل كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 10% إلى أكثر من 3 ملايين ليلى البيانات التي سجلتها القطاعات غير النفطية في أبوظبي تعكس مرونة اقتصاد الإمارة وخدرته على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي وتحويل تلك التحديات إلى فرص للمضي قدما في مسيرة تعميط التنويع الاقتصادي وصولا إلى تحقيق هداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ارتفعت أصول المصارف الإماراتية في عام 2015 بنسبة فاقة 7% حتى تصل إلى تريليونين وخمسمائة مليار درهم وتوقع اتحاد المصارف في تقريره أن تستمر معدلات النمو حتى عام 2017 المزيد عن المصارف الإماراتية في هذا التقرير استطاعت دولة الإمارات بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة والسياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية أن تحفظ على متانة مركزها المالي بحسب تقرير اتحاد المصارف والذي توقع في آخر تقرير له إلى أن تحقق الدولة فائدا في الميزانية خلال العام 2017 وأن يستمر الفائد بالنمو حتى العام 2020 وقد أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.47 تريليون درهم بنهاية العام 2015 وارتفعت حصة المصارف الإسلامية من إجمال أصول القطاع المصرفي بنسبة 19% مقارنة مع 17.6% في العام 2014 لتصل إلى 464 مليار درهم بحلول نهاية العام 2015 في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 92% في العام 2015 بعد أن انخفضت إلى مستوى تاريخي في العام 2014 عند نحو 87% وفيما يخص التوسع الجغرافي فقد سجلت المصارف العاملة في الدولة توسعاً خلال العام 2015 مما عزز قدرة العملاء على الوصول إلى الخدمات المصرفية حيث ارتفع إجمالي عدد الفروع إلى 847 فرعاً مقارنة مع 869 فرعاً في نهاية العام 2014 و37 وحدة خدمات مصرفية إلكترونية مقارنة بـ 34 وحدة في العام 2014 وفي ظل الظروف الاقتصادية الرهنة والتي كانت ذات أثر كبير على اقتصادية العالم فبلا شك ستغير وتشكل عملية غربالة لقطاع المصارف في الإمارات والمنطقة مع توقعات أن ترتفع واتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاعات على المدى المتوسط على أقل تقدير ومشاهدين تتابعونا في عين على الإمارات بعد هذا الفاصل فعاليات موسم صيف أبوظبي 2016 استطاعت الأسواق الإماراتية أن تحقق ارتفاعات جيدة خلال النصف الأول من هذا العام رغم كل التقلبات التي مرت على الأسواق والاقتصادات الدولية تفاصيل عن النصف الأول عن الأسواق الإماراتية في هذا التقرير على الرغم من المؤثرات السلبية التي عصفت بالاقتصاد العالمي والاقتصاديات الخالجية منذ بداية العام الحالي ابتداء من انحدار أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها ومرورا بتقلبات الأسواق العالمية وانتهاءا بنتائج الاستفتاء البريطاني إلى أن الأسواق الإماراتية استطاعت الصمود بل واستطاعت تحقيق ارتفاعات جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك بعد أن أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي شهر يونيو مرتفعا بنحو 5% مقارنة مع نهاية العام المنصرم فيما سجل المؤشر العام لسوق أبوظبيل المالي ارتفاعا بنسبة 4% بنهاية النصف الأول من العام الحالي وعلى مستوى القطاعات استطاع القطاع الاستهلاك في سوق دبي المالي تحقيق ارتفاعات مهمة خلال النصف الأول بفضل سهمه دوباي باركس اند ريزورتس الذي سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 39% فيما كان قطاع الاتصالات الدائم الأكبر لمؤشر سوق أبوظبي خلال العام الحالي بعد أن سجل سهم اتصالات الإماراتية ارتفاعا بنحو 18% بنهاية يونيو الماضي الاستثمار الأجنبي في الأسواق الإماراتية كان العلامة الفارقة خلال النصف الأول وذلك بعد أن بلغت صافي مشترياتهم في سوق دبي نحو المليار و 400 مليون درهم خلال هذه الفترة في حين كانت صافي تدولت الفئات الأخرى من إماراتيون وخليجيون وعرب بيعيا من الدرجات الأولى كما بلغت الاستثمارات الأجنبية في سوق أبوظبي المالي نحو المليار و 900 مليون درهم لنفس الفترة على حساب الجنسيات الأخرى ومع بداية النصف الثاني من العام الحالي ينظر المحللون نظرة تفاولي للأسواق الإماراتية باعتبار أن الأسواق قد حدث وأن المؤثرات السلبية في طريقها إلى التراجع بكل الأحوال فهل تصيب توقعات المحللين لهذا العام؟ وحول توقعات لأداء الأسواق الإماراتية للنصف الثاني من هذا العام كان لسيا بسيعة ربية لقاء مع السيد حسام الحسيني عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين لنتابع وإياكم تفاصيل هذا اللقاء حاليا بعد نهاية النصف الأول بشكل عام اليوم في تغييرات جوهرية صارت برأي شخصي بهيكلية السوء وبالسنتمت الموجودة للسوء والحمد لله هذه التغييرات تميل كلها إلى الإيجابية لربما لم تستفد شريحة كبيرة من المتعاملين من حركة السوء بدليل انخفاض أحجام التداولات وانخفاض الاستثمار المؤسساتي سواء المحلي ولا العالمي ولكن باعتقادي شفنا كل اليوم متفائل بحركة السوء المستقبلية وعماله بجهز حاله إلى معادة الدخول مرة أخرى وهذا كان واضح أنه كنا نشوفه أثناء التصحيحات السعرية الأسفل على حركة السوء كانت سرعان ما يتم اقتناصها أو سرعان ما يتم امتصاصها وبناء مراكز برضو النص الأول شاهدها ظاهرة إيجابية هي سيطرة المؤسسات المحلية على حركة التداولات شفنا ذلك بشكل واضح وكان حركة ذكية جدا أنا باعتبرها وهذا السلوك دائما كنا نطالب فيه أنه الأخذ المبادرة من قبل المؤسسات المحلية شفنا كثير عمليات شبه عمليات استحواذ على بعض الأسهم الجي أف إتش إشراق غلف ناف شفنا هذه السيولة كانت سيولة محلية وساعدت كثيرا في فادة الأسهم التي تم الدخول عليها السيولة وفادت السوق بشكل عام أنه أعطت حالة من الارتياح طبعا اللاعب المؤسسات العالمي ربما كان هناك بعض النشاط مع بداية العام سرعانا ما شفناها تتبخر بعض الشيء يعني بمعنى آخر الأسلات الأجنبية ندر نحكي عمقهم مش كثير بالسوق وهذا شيء إيجابي عشان هيك شفنا حالة تدبدو بالأسواق كثيرا نخفضت مع تقريبا مع نهاية شهر أربع اليوم احنا فتنا عم فت الفترة الصيف مع حركة ثابتة تقريبا لمدة شهرين أو أكثر التغيير السنتمنت اللي حكينا عنه واللي بصف في المرحلة الإيجابية برأيي الشخصي سوف يساهم كثيرا أو هو يكون المحرك الأكبر أو المؤثر الأكبر على حركة السوق في نصف الثاني من العام والتي أتوقع أن تكون إيجابية وبشكل كبير لأنها ببساطة رح تبني على المكتسبات اللي حققها السوق حتى نهاية الفصل الأول إذا ما تحدثنا عن النتائج لربما النتائج بالفصل الأول كانت بشكل عام كانت أفضل من التوقعات ناسي يما نعرف أنه 2015 كانت شهدت العديد من التغيرات وكان هناك تاكهنات بأنه يكون الأثر الأكبر للاضطرابات في 2015 نشوفها مع بداية 2016 أنا من رأيي شخصي ما زد أميل لهذا الكلام بمعنى أنه ممكن نشوف ضعف نتائج القطاع البنكي بشكل عام وخاصة القطاع البنكي في سوق أبوظبي رح نشوف فيه طباطو وهذا طباطو رح يأتي تكملة للطباطو اللي شخناه بأوقات سابقة ممكن نشوف عملية تذبذو كبيرة أو تباين كثير بين أداء مكونات القطاع الواحد وهذا ممكن نشوفه بشكل واضح بالقطاع العقاري ما منقدر نجزم عن طوقعات كاملة أو طوقعات منسجمة لكل مكونات القطاع العقاري لا رح نشوف تباييونات كبيرة من مكونات القطاع العقاري القطاعات الأخرى ربما قطاع الاستثمار لا رح نشوفه شوية متأثرة يعني مش بشكل كبير ولكن بالمجمل أعتقد أن السوق رح يحدد حركته من أن فقط على النتائج أنزم أقول لك التغييرات الجوهرية بالسنتيمنت الموجودة بالسوق نشوفها بشكل واضح وجميع معطياتها هي معطيات إيجابية وإن شاء الله أتوقع أن الأسواق سوف تخصم هذه الإيجابية بشكل واضح تقريبا مع قرب نهاية الربع الثالث استطاعت التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي غير النفطية أن تحقق نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.5% وبزيادة فقط 91 مليار درهم ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 43.92 مليار درهم مقابل 42 مليار خلال الفترة نفسها من العام 2015 بزيادة قدرها 91 مليار ومئة مليون درهم وبنمو نسبته 4.5% حيث تحقق هذا النمو نتيجة الزيادة المسجلة في قيمة الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي والتي ارتفعت إلى 11 مليار و600 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2016 مقابل 7 مليارات وتسعمائة مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015 بنمو بلغ 46.7% في حين انخفضت الوردات بنسبة 5.2% وبلغت 27.88 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2016 كما انخفضت قيمة تجارة إعادة التصدير بنسبة 5.2% إلى 4.490 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 4.740 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015 فقد انخفضت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر مارس الماضي بنسبة 2.2% إلى أكثر من 13 مليار درهم مقارنة بنحو 13.38 مليار درهم في شهر مارس من عام 2015 نتيجة لارتفاع قيمة الوردات بنسبة 2.8% إلى 9.940 مليون درهم خلال مارس 2016 مقارنة بنحو 9.670 مليون درهم في مارس 2015 في حين انخفضت تصادرات غير النفطية بنسبة 16% إلى 1.780 مليون درهم خلال مارس 2016 مقارنة بنحو 1.120 مليون درهم في مارس 2015 كمن خفضت تجارة إعادة التصدير بنسبة 14.4% إلى 1.370 مليون درهم خلال مارس 2016 مقارنة بذلك بنحو 1.600 مليون درهم في مارس 2015 ولنختم مع أجواء صيف أبوظبي حيث كشفت هيئة السياحة والثقافة في إمارة أبوظبي عن فعاليات ضمن موسم صيف أبوظبي 2016 الممتدة ما بين الفترة السابع من شهر يوليو حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر والممتدة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي فلنتابع وإياكم هذه الفعاليات يقام موسم صيف أبوظبي بإشراف هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لتوفير تجربة ترفيهية مميزة للمواطنين والمقيمين ومن أجل استقطاب الزوار من المنطقة والعالم لتمضية عطلة الصيف في جميع أنحاء إمارة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية حيث تعمل الهيئة على زيادة معدلة الإشغال الفندقي وتعزيز الجذب السياحي بصفة عامة في الإمارة من خلال فعالية صيف أبوظبي 2016 وذلك يتضح عن طريق الحجوزات المبكرة على الفنادق وهذا إن دل على شيء يدل على موسم صيف جذب وإشغال أكبر على الفنادق في العاصمة أبوظبي كما يتزامن موسم صيف أبوظبي هذا العام مع العديد من الأعياد والإجازات الرسمية منها عيد الفتر المبارك وعطلة عيد الأضحى والإجازة المدرسية السنوية مع العلم أن موسم صيف أبوظبي العام الماضي استقطب عدداً كبيراً من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم حيث سجل هذا الحدث السنوي المهم نتائج إيجابية ملموسة في زيادة عدد الزوار أثناء أشهر الصيف التي يصحبها هدوء نسبي في حركة نزلاء في المنشآت الفندقية هذا ما يدعم جعل أبوظبي وجهة مفضلة على مدار العام ويوفر موسم صيف أبوظبي 2016 عروضاً ترويجية في الفندق ومراكز التسوق ومناطق الجذب السياحة في الإمارة لتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على تمضية عطلة الصيف في أبوظبي فكل هذا وذاك يعتبر رمزاً للترفيه والمرح العائلي وينشر البهجة والإثارة والمغامرة بعيداً عن حر الصيف مما يسهم كذلك في جعل العاصمة أبوظبي وجهة رئيسية للسياحة على مدار العام هذا كل ما لدينا مشاهدين في عين على الإمارات لهذا الأسبوع أشكر لكم حسن المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعوا موقع cnbcarabia.com أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة